موسيقى ينضلون ويقاومون ولن يرحلوا في فلسطينهم وقدسهم وأقصاهم مرابطون من فلسطين وخارجها يتوحدون على القضية على استرجاع الأرض وترضي المحتل من صغيرهم إلى شيخهم يدركون أن الحق سيعود والأرض ستعود كل يواجه على طريقته بالفن بالكلمة بالحجر فلسطين بعيونهم مع مريم عفيفي من الشيخ جراح حمد سباعنا من رامالله وأشرف الشولي هنا معنا في الاستوديو أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الخاصة من المشهدية خاص والمميزة على وقع كل هذه المشاهد المشرفة التي تأتي من فلسطين المحتلة من الداخل الفلسطيني المحتل بالجباه المشرفة بالشباب المشرف اليوم ليس فقط في داخل فلسطين إنما أيضا في خارجها في هذه الحلقة إذن ضيوف فلسطينيون يعني من كل الأماكن طبعا معنا مريم عفيفي من لا يعرفها في هذه الأيام التي مرت ومحمد سباعنا وهنا معنا أشرف الشولي مريم بداية كل التحية لك يعني مرح خبرك أدي كنا سعدة أولا أنك ضيفتنا اليوم ومرح خبرك أدي شعور لما كنا عم نشوف الفيديو كل شخص كان يتمنى هذا الموقف لكي يوصل رسالة الكره لهذا المحتل بداية نخبرنا ما الذي حصل معك وشو كان شعورك يعني شفنا الابتسام لا شك على وجهك كله يعني هكذا بالعريض في البداية بدي أحكي إنه إحنا كنا متواجدين في الشيخ جراح ليه كنا متواجدين في الشيخ جراح الشيخ جراح عملها بتواجه تهجير جديد مثل التهجير اللي صار سنة 1948 لفلسطين هذا التهجير نفسه رح يتم في حي الشيخ جراح عائلات من الشيخ جراح رح يتم تهجيرها عشان إدخال عائلات مستوطنين من الخارج عشان يسكنوا مكانهم ومحلهم فإحنا صرنا أكتر من شهر عملنا منتظاهر في حي الشيخ جراح المهدد بالتهجير عشان نوقف مع السكان ونحاول كاحتجاج نمنع هذا الإشي إحنا كنا متظاهرين بالشيخ جراح طبعا إسرائيل أغلقت الحي رفضت أي من المتظاهرين إنهم يدخلوا على الحي وحطت ثغرة عسكرية ثكنة عسكرية على مداخل الحي فإحنا كنا ما نقدر إنه ندخل الحي فكنا نتظاهر على خارج الحي يعني على مداخل الحي خارج الثكنة العسكرية اللي صار إنه أنا شفت قدامي بنت مرمية على الأرض بعدما تعرضت لل اعتداء من قبل الجنود الإسرائيليين وكان في فوق راسة حوالي ست أو سبع جنود إسرائيليين البنت كانت واقعة على الأرض أو تعرضت للإعتداء لأنه هي كانت تحاول الدافع عن إمرأة ساكنة داخل الحي إسرائيل رافضة إلا تدخل بس أهالي الحي لا يدخلوا داخل هذا الحي فالإمرأة هاي هي ساكنة داخل الحي فلما أجد تدخل على الحي تبعها الجندي دفعها فهي البنت كانت عم بتحاول الدافع عنها فهاجموها أو اعتدوا عليها أنا لما شفتها مرمية على الأرض وحاولت أني أقرب عليها أساعدها في جندي دفعني اللي يزيحي من هون بعدي من هون فأنا حاولت أني أوصل لها بطريقة تانية حاولت أقرب عليها من طريقة تانية فاللي صار أنه ما عجبه الجندي اللي هو حاول يدفعني أول مرة فشدني من شعري ومن حجابي ومرمغ في الأرض ولكنك كنت مصرة مريم على البقاء يعني زبطت حجابك ودليت راسخة بأرضك رغم كل شيء وحتى بعد ما تعرضت له يعني كنتي عم بتواجهي أنه أنا باقي اللي صار أنه بعد ما ضربني لما هو اعتقلني كان يعتقلني زي ما شفته بالفيديو هو كان يضربني كان يتعامل معي بكتير بشكل عنيف جدا أكيد ما بيفرق بالضبط أخذني وحطني بالصغراء العسكرية اللي هي موجودة على مدخل الحي المغلق يعني هي موجودة بوسط الحي المهدد بالتهجير وإحنا وين عملنا من الظهر أخذني وحطني بوسطه وبدون إذن مني قم حط وضع إيده على كتفي وأخذ صورة معي صورة بدون إذني اللي هي تعتبر شي غير قانوني اللي صار أنه أنا كنت قاعدة هناك تم كلبيشي يعني كلبشوني طيب شرعيك مريم خلينا نشوف الفيديو بس بدي أرجع أحكي معك من بعد الفيديو عن شعورك بهذه اللحظات وأنت عم بتواجهي ندل الند مع هذا المحتل سنشاهد الفيديو لنعرف أكثر ما الذي حصل ونعود إليك سنشاهد الفيديو مريم يعني لماذا كنت تبتسمين لأنت حكت واتيها الطريقة اللي تعمل فيها الجنزي معي كانت طريقة كتير سيئة كتير عنيفة هذا الشيء إن كان يدل على شيء فهو بيدل على أنه هو مش مش مرتاح هو مش واثق هو مش مش صاحب حق أنا بما أنه هو بتعامل هذا وتصرف وهذا كان ضعيف لأنه أي حدا بلجأ للعنف فهو إنسان ضعيف فبالتالي أنا حسيت حالي القوية هون فحسيت بقوة بموقفي حسيت أني أنا ما أعمل شيء أنا الأشي الوحيدة اللي سويته كان أني أنا حاولت أني أساعد بنات وتظاهري هناك كان تظاهر عشان أمنع أنه ناس يتم تهجيرها من بيوتها واللي هو أي إنسان في العالم برفضه إنسان في العالم ممكن يقبل وهي دي الأول اللي معم يفهم المحتل لدى الفلسطيني وكل مقاوم شريف أنتقل إلى رامالله مع رسام الكاريكاتور الفلسطيني محمد سبعنا محمد ما هذه الرسومات الرائعة هي يعني بس محاولة لنقل صورة مريم أهالي حي الشيخ جراح المرابطين في بيوتهم واللي بدافع عن كرامة الفلسطيني أينما كان هي فقط ممكن تكون صور إنعكاس للصور اللي نشوفها ونقلونا إياها بشكل يومي صح إنعكاس لكنه يعني ربما كل شيء جديد هذه المرة فيها قوة يعني القوة هي إنعكاس لحالة الفلسطيني اليوم الحالة اللي كنا نتمناها من زمن يعني من الليد للناصر للقدس غزة الضفة الغربية الكل ينطفض فلسطيني الشتات أيضا يعني كما ما بننساهم الكل ينطفض اللي مش قادر يكون على الأرض بيكون من خلال فنه اللي مش قادر من خلال فنه بيكون على السوشال ميديا أسقطوا كل صورة العربي المطبع اللي تهافت على الكيان الصهيوني اللي يأخذ صورة مع زعماء هذا الكيان الغاصب ويكتسبوا الرضا الأمريكي عنهم اليوم جعلوا هذه الصورة صورة خزي ويعار لأنه أسقطوا كل الدعاية اللي حاولت من خلال قنواتهم ومنصاتهم إداعتها بأنه الفلسطيني باع أرضه هذا هو الفلسطيني نشاهده من الليد إلى الناصر إلى القدس إلى حي الشيخ جراح إلى الضفة الغربية في غزة وفي كل مكان طيب محمد ما الذي شعرت أنه لأول مرة ترسمه أنه في حالة جديدة أول مرة فرض الواقع اليوم وترسمه يعني تعرف أكثر من 15 سنة من الانقسام متشارده من الفلسطيني وما زال موجود سياسيا صح وهذا ما لفتني يعني هذا ما لفتني يعني قصت هذا السؤال بواحدة من الرسومات عندما رسمت الأقصى يعني يضم بأقسام العالم الفلسطيني الدفة الغربية الأراضي المحتلة 48 وغزة كنا دائما في عندنا خوف وهاجس أنه ينقلب الانقسام الفلسطيني من السياسيين من الطبق السياسي إلى الشارع الفلسطيني فيتحول الانقسام إلى تشارتهم وكان هذا خوف كبير أنا بالنسبة لي يعني كان موجود وكان دائما متجدد فالقدس عادتنا عادتنا هي القدس الموحدة والموحدة يعني اللي وحدت هذا الجمع الفلسطيني ومن هذا كان هذا الشيء أول يوم برسم أو أول مرة برسم من سنوات وفيه خوف إسرائيلي فيه خوف من هذا التوحد الإسرائيل اليوم عملها إذا ما يقولوها بالفلسطيني بتلاخم يعني الاعتقالات مستعرة في الضفة الغربية تم اعتقال أخي الكاتب ثامر سبعني من منزله في بلدة قباطية وعدة ناشطين وسياسيين والخوف على الحواجز الخوف على في كل مكان من انفجارة أخرى في الضفة الغربية هذا الحال ما شاهدناه من سنوات اللي بتعامل أو اللي بيعيش في الضفة الغربية بحس بهذا الشيء بحس بردة الفعل على ما يحدث في كامل هذا الكيان الغاصب فبالتالي هذا الشيء اللي أول مرة برسم وبرسم بحاول أهدم الدعاية أو منقوم بهدم الدعاية اللي قامت للأسف بعض الدول العربية لتمرير تطبيعها بتمريرها بأن الفلسطينيين باعوا أرضهم وغيرهم من هذه الشعارات المخزية أنا فخور فخور بأني فلسطيني فخور بأني بنتمي لهذا الشعب وفخور بأني مرابطة على هذه الأرض أيضا وكلنا فخورين بهذه القوة هذا الصمود فعلا للفلسطينيين أشرف الشولي الفلسطيني الذي يعيش في لبنان في مخيم الرشدية والموسيقي أهلا وسهلا فيك معنا هنا في الستوديو كفلسطيني يتابع ما يجري بأرض الأم المستبعد عنها بداية يعني كيف تتابع الأحداث و أديه فخور يعني مرأة ياريت في كلمة تعبر أكثر لنقولها أول شي تحية لمحمد ولمريم ولكل أهلنا بفلسطين من رأسنا أورا لرفح طبعا مش عمل نام فرحا هالمرة مش عمل نام ومبسوطين ونحن يعني بظهركم يعني للأسف ما أدري أن نعمل شي غير أن نقدر نعبر ونكون معكم على السوشيال ميديا ونكون عم نقول لأهلنا بفلسطين أنه سيروا فعين الله ترعاكم ونحن معكم إن كان محمد بالتعبير بالفن وإن كان مريم وإن كان كل الشباب والصبايا بفلسطين شو عم بيعملوا بغزة المقاومة بغزة واللي هي كمان تحية لإلها اللي هو بدنا إياهم يستمروا بهذا العمل ما يكون مرحلة بس بدنا يضل خلاص لأنه بكفي طهد اضطهاد بكفي يفكرون أنه نحن كل مرة بدنا نقول لا بدها تمرق الأمور بدها تمرق الأمور خلاص ف يلا إذا ما كبرت ما بتصغير طبعا فخلاص يعني نحن كتير مبسوطين نحن رجعنا رجع الأمل مبسوطين رجعت القضية الفلسطينية للواجهة مثل قبل رجعنا بلشنا نحس أنه لا هذه القضية اللي احنا كنا عم نشتغل بعد ما كان في ناس كتير أحبطت هلأ رجعنا للصورة ويلا ف برأيك ما الذي استدركوا الشباب الفلسطيني حتى تأكد أنه لا خيار إلا بالمقاومة لاسترجاع حقه قضيته وأرضه ما الذي حصل من متغيرات جعلته يقتنع بشكل موحد يعني ما بقى في حدا يقول له لا تعام معنا وهذا الفريق تعام معنا وهون مفاوضات لا خلاص خلص خلصنا مفاوضات هذا الكيان الصهيوني ما بيعرف الحوار ولا بيعرف المفاوضات شعب محتل فات بالقوة هجر أهلنا نحن بلبنان وبالشتات بسبب هذا الاحتلال نحن ما بنقدر نروح نشوف بلدنا نشوف أرضنا بسبب هذا الاحتلال نعطت فرصة نعطت خلينا نعتبر نعطت فرصة للمفاوضات وتأذر شو كان اسمه بس هلأ خلص خلصنا طرد تهجير وهذا التهجير اللي عم بيصير وهذا من زمان يعني مش جديد بس هلأ الإعلام أكتر ضو عليه وصار عم بيحكى فيه أكتر وصلنا للمرحلة الأخيرة اللي هي عم بيطردوا العالم بكل وقاحة من بيوتها صح بما أنه كان الواقع ما الذي يعني فيه متغيرات جعلت الشباب يقتني على أنه كان قبل الحديث أنه شو قادرين نعمل معهم يعني مدرعين وفيه أسلحة واواء ما الذي جعلوا يقطع هذا الحاجز وبلحم الحي يواجه ما أصلا بكل شي عندهم أثبت وهني جبنة يعني مبارح اللي صار باللد وهروبهم من اللد وهذا إن شاء الله يصير بكل المدن الفلسطينية المحتلة بيّن شعب جبان وشعب القوة اللي هو عم بيستخدمها ما خلت هذا الشعب يستكين أبدا ولا يوم أو يقول أنه لا خلص في قوة عم بتساوي أو عم تضطهدنا لازم نستسلم أو لازم نوقف هون وما ننسى كمان التواصل بين الشباب والصبايا الفلسطيني بكل أقطار العالم كيف عم بيكون في ناس في شبكة فلسطينيين عم بتواصلوا كيف الناس كلها عم تدعي لانتفاضات قبل كان عندنا انتفاضة حجارة وشفنا هذا حتى هذا الكيان الغاصب كيف كان يستخدم أجرم الوسائل مع الأطفال بتكسير الإيدين وتكسير الإيدين للأطفال هلأ صار في عندنا انتفاضة شعبية وعندنا سلاح وعندنا مقاومة فعم نشتغل بالتدين والمقاومة يعني زد على ذلك أنه المقاومة أثبتت فعالية هذا النهج طبعا بكل يعني ما يجري من حولنا طبعا فقط ما كان في مقاومة هو الذي ينتصر وبالتالي هذا سيؤثر بطبيعة الحال طبعا وهي الاستجابة السريعة من المقاومة لأننا بالأدس وهي نحن فخرين فيها وهنا أكتر نحن من آمن أنه فيه ورانا مقاومة إذا حدا قال مننا أخ فهي عم بتكون على أهب الاستعداد ما عم ننطر وهي استراتيجية ممتازة بس ما لازم ننزل سقف مطالبنا هلأ خلص كل شيء لازم يكون بالعالي كل شيء بدنا نطلبه بالعالي ما بقى ينقول بدنا الحل يكون هون والحل يكون هون فتنا فيها خلص فلنكملها للآخر أكيد خاصة أنه المقاومة اليوم بموقع القوة وعنصر المفاجأة على كل الصعود وعنصر الرد الند بالند والهجوم أيضا مريم أعود إليك عن نقطة القوة تحديدا هذا العدو الذي هو قوة المقاومة عند الفلسطيني نفسه الآن كنت تقول لي أنه كانت البداية الهدف المساعدة لإمرأة بعدين انقلب لا في شعور شخصي صار أنه أنا لا أفعل شيء خطأ هذه أرضي وحق الدفاع عن فلسطينية تتعرض لهذا النوع من التعذيب هذا المحتل نفسه هو الذي زرع فيك وربما أنت لا تعلمين أنه موجود بنفسك وهو اللي كبره وهو الذي جعل الموضوع شخصي معك تماما كما أي فلسطيني سيبقى هذا الشعور لديه بعد ما يتفجر وسيكمل فيه اليوم بعد ما حصل معك إلى أي مدى أنت اليوم مقاومة ثائرة وستواجهين وستكملين اللي بدي أحكي أنه الإنسان الفلسطيني المقاومة ممكن تكون بإيده بأي طريقة كانت التظاهر السلمي مقاومة الموسيقى مقاومة الرسم مقاومة الرأس مقاومة كل الإنسان ممكن يقوم بأي طريقة كانت أكثر أي طريقة هو بقدر أنه يقوم فيها بقدر يقوم فيها اليوم إحنا كشباب الكارت اللي بييدنا موجود هو السوشال ميديا سنة 2009 قبل أكثر من 11 سنة بيوت من الشيخ جراح تم تهجيرها العالم ظل ساكت والسبب أن العالم ظل ساكت أن الإعلام بوقتها أد ما يغطي ما كان رح يوصل للناس لأنه دايما كان رح يكون زي طبقة عليا من الإعلام اللي مش كل الناس بيسمعوها اليوم السوشال ميديا بإيدين الصغار والكبار بإيدين ناس أحرار اللي هما بإيدهم بيكونوا كيف أحكي مراسلين لأنفسهم كل إنسان عم بيكون مراسل لنفسه فالكارت اللي بإيدنا اليوم هو كارت السوشال ميديا اللي من خلالهم نقدر نوصل صوتنا وصورنا وشو عم بيصير عن جد بالفلسطين وبالقدس وبالشيخ جراح رح ترجع تنزلي مريم سوري رح ترجع تنزلي وتواجه رح أرجع أنزل أضاما مع أهالي الشيخ جراح أكيد لأنه بالنهاية بالنهاية هاي قضية إنسانية قبل ما تكون قضية فلسطينية وقبل ما تكون قضية عربية هاي قضية إنسانية فيش أي إنسان في الدنيا بقبل أنه يتم ينعاد أصص الاستعمار أغلبية العالم أغلبية العالم مر باستعمار سابقا وأغلبية العالم حامل جرح الاستعمار من بينهم إحنا الفلسطينية إحنا تم استعمارنا كتير فإنه يتم تكرار هذا الاستعمار ولكن بصورة أخرى وبطريقة أخرى فيش أي إنسان في العالم بقدر أنه يعملها فأنا بتواجدي هناك أو بكلامي بالسوشال ميديا أو بكلامي بالصحافة بحاول أني أوصل الصورة وفرجي أنه هذا الإشي اللي ساته بيصير هلأ رغم أنه البروباجاندا الإسرائيلية والصحافة الإسرائيلية والصوت الإسرائيلي عم بيكون كتير عالي عشان يسكتنا وهو كان كتير عالي عشان وقدر أنه يسكتنا لفترة طويلة من الزمن ما كان عندنا القوة أنه نظهر أصواتنا ولكن أنا بأمن أنه هلأ خاصة مع السوشال ميديا إذا قدرنا أنه نستخدم هذا السلاح صح رح يكون بصالحنا صوت الحق ما بيختفي وما أحد فيه يخفي مريم أعود إلى محمد سباعنا من رام الله عن هذا الصوت اللي بالحق يصدح الآن في صوت بإحدى رسماتك عن صفرات الإنذار صوت صفرات الإنذار اللي تعبت من كتر ماء تدوي في الداخل المحتل هذا أيضا جديد كنا دائما نحن الذي نهرب أقول نحن لأنه وحدة حال دائما نختبئ دائما نخاف دائما لا شيء يحمينا اليوم بات العكس هي هذه الصورة التي تعبر عن واقع الحال لما يجري في الداخل الفلسطيني محمد أخبرنا عن هذه الرسمة تحديدا أول شيء أنت نوهتي بأنه نحن لأنه وحدة حال وفعلا نحن وحدة حال ومن هنا أحب أشكر رسالة الميادين الإعلامية التي بدعم شبابنا في القدس وذكرت مريم بأن المعركة الإعلامية سواء بالسوشال ميديا أو بالإعلام هذا شيء مهم جدا فبالتالي نعم لأنه وحدة حال من فلسطين إلى لبنان إلى كل عربي شريف وإنسان حر في العالم هي وحدة حال للأسف نعم بالعادة نحن المضطهدين نحن المعتقلين نحن تحت بطش الاحتلال فلما تنقلب الصورة من حقنا أنه نفرح من حقنا أنه نفخر بهذا الإنجاز الفلسطيني الذي أقول أنه مشارك فيه كل إنسان فلسطيني وكل عربي حر يدعم مقاومة الاحتلال ويدعم الصمود في وجهه ابتسامة مريم كانت صاروخ أطلق من حي الشيخ جراح أصاب قلوب داعم للقضية الفلسطينية وأنا أشاهد قناة الميادين ستعمل تقرير كامل عن ابتسامات الشباب المقدسيين في وجه الاعتقال فبالتالي الكاريكاتير الذي يفرح لهذا النصر الفلسطيني أو جزء من النصر الفلسطيني في طريق النصر والتحرير إن شاء الله ويرفع معنويات الشارع الفلسطيني ويرفع معنويات المقاومين الفلسطينيين ويأكد على صمودهم أيضا هو عمل مهم جدا ولو للعلم أنا بالعادي بكون مركز أكثر على الوضع الإنساني تحت الاحتلال لأنه تكون الرسائل أكثر عالمية فيه إلى أي مدى يجب طبعا في واقع إنساني لكن مهم بالصورة جدا إظهار هذا الضعف أيضا للعدو يعني إذا ما عدنا إلى رسومات ربما حنظلة بأماكن ما كنا نضيء على التعب الفلسطيني إلى التخاذل العربي إلى لكن طبعا في سمود كان واضح لكن بعيد المدى واضح أنه كان بالرسومات بعيد المدى اليوم نحن أمام مرحلة جديدة من هذه الرسومات إلى أي مدى ضروري بالصورة محمد إظهار هذا الضعف أيضا لهذا العدو وهذا الكيان الذي كان يعتد بنفسه وأعتقد أنه سيكون خجلان الآن أمام مجتمعه أنه يجاهر بعد يعني هي المعركة صحيح هي المعركة الفنون البصرية سواء والكاركتير خاصة هي أكثر من معركة جزء منها رسائله إلى المجتمع الدولي الذي تظهر الوضع الإنساني الفلسطيني والرسائل إلى الفلسطيني نفسه والمقاوم نفسه نحن بحاجة لننقل هذه الصورة إلى الداخل الفلسطيني إلى الشارع الفلسطيني ولا إلى الجمهور العربي بأن الفلسطيني ليس ضعيفا وأنه في إمكان أن نقف بإمكان هذه اليد أن تجابه مخرز بإمكان هذه الابتسامات أن تهز صورة البطش الصهيوني وتهز صورة من يدعو أنهم أقوى جيش في الشرق الأوسط وكل هذه البربغاندا التي تصنعها إسرائيل فبالتالي صورة الفلسطيني المقاوم صورة الفلسطيني البطل لأنه في جزئية هنا كثير مهمة رتا كثير من المثقفين يهربوا من دعم المقاوم المسلحة والمقاوم الفلسطينية بخوفا من انتقادهم عالميا وخوفا من أفول نجمهم عالميا من مشاركاتهم الدولية لأنه فيه هجوم على هذه الصورة وممكن يتهم بأنه يحرض على الإرهاب والإنسايتمانت وتحريض وغيره من هذه الاتهامات وأنتعرض مثل هذه الكامبينز من مجموعة كبيرة من دعمين الصهينة في العالم ولكن أنا دائما أقول أنه خلونا نرجع الكرة لمربعة الأول ونقول بأنه من حق الفلسطيني من يرضخ تحت الاحتلال ومن يعيش تحت الاحتلال من حقه دوليا وضمن القانون الدولي أنه نقاوم هذا الاحتلال بشتى الوسائل الموجودة فبالتالي خطابنا سواء الرسمي أو الشعبي أو المثقف يجب أن يختلف يجب أن نعيد الكرة إلى مربعة الأول ونقول بأن المقاوم المسلح هي حق فلسطيني وهو دائما حينما أسأل في الصحافة الدولية بأنك اخترت الكاريكاتير كأسلوب للمقاومة أو لأن تقف في وجه الاحتلال خبرنا عن ذلك بعيد وبنوه بأنه أنا اخترت الكاريكاتير أو الفن البصري أو الفنون لكن هذا لا ينفي حقنا باستخدام كافة الوسائل الموجودة والممكنة كفلسطينيين يعيشوا تحت الاحتلال ليقاوموا هذا المحتل فبالتالي صورة الفلسطينية القوي والمقاوم هي كمان جزء من رسالتنا كفنانين كاريكاتير ممكن جمهورة يختلف وليس الجمهور الدولي ولكن هي مهمة أيضا طبعا ابقى معنا محمد مريم وأشرف وسأعود إليك أشرف مشاهدينا فاصل قصير ونعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 الله هالكلمات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هاي رسالة وطبعا واضح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هاي رسالة هاي رسالة اشتركوا في القناة 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 أم ترسم عن التخاذل العربي بعد يعنيك أن ترسم هل أصلا بعد محسوب هذا الموضوع أنا أعتقد أنه بعد 93 سنة من احتلال إسرائيل ومحاولات تهويد الفلسطيني وأسرلت هذه الأرض أنا أعتقد أن إسرائيل عليها أن تحتفل بنكبتها هذا العام وليس الفلسطيني يعني بعد ما شفناه من كل هذه المدن والقرى الفلسطينية التخاذل العربي موجود تعرف في رتا أنا مرات ما أختار الموضوع الذي أرسم عنه هي بصفي شحن من المحيط من الأحداث المحيطة من الأخبار التي أسمعها وبصير الإعكاس على اللوحة التي أرسمها أكيد بهمني أرسم التخاذل العربي وهو موضوع من أيام الشهيد المرحوم ناجل علي إلى اليوم يتردد ويتكرر ولسا للأسف موجود خلاص يا محمد طبعوا وخلصوا طبعوا وخلصوا يا محمد يعني بعد فكرك بتهزون صور أو كاريكاتور مش الشعوب لا بس الشعوب حية يا رتا في البحرين قامت مظاهرات إحنا أعلننا عن معرض كاريكاتير في حي الشيخ جرامة مجموعة من ناشطين ثلاث رسامين كاريكاتير بحرينيين شاركوا في هذا المعرض من ضمنهم سار القاعد والهاشمي وغيرهم من رسامي الكاريكاتير من داخل البحرين هذا النظام الذي طبع إذا بتشاهد تقارير طبعا الكويت للتوضيح فقط الكويت لم تطبع فقط للتوضيح أن أقصد دولة خليجية الكويت لم تطبع ومواقفها مشرفة دائما كل التحيالة مواقفها دائما مشرفة دائما نبرق تحياتنا لأهلنا في الكويت ولكن من طبع هي الحكام وبعض المغردينهم على مواقع التواصل الاجتماعي الشعوب الحية ما زالت مع فلسطين ومقاومتها ومع حقها التاريخي في أرضها ومقدساتها وهذا الشيء موجود سواء في كل هذه الدول والأنظم التي طبعت مصر إلى اليوم المثقفينها وفنانينها يقفوا مع القضية الفلسطينية وهي وقعت في اتفاقيات سلام من عشرات السنين الهاشتاغ انقذ حي الشيخ جراح إذا بتبحثي في مواقع التواصل الإحصائيات لمواقع التواصل الاجتماع التجدية هو واحد من أهم الهاشتاغات في الإمارات الدولة التي طبعت والتي تركض للتطبيع والتقبيل البستار الإسرائيلي للأسف حتى برج خليفة تم إضاءته على أدفع المناسبات برج خليفة بكل المناسبات تم إضاءته إلا في ظل ما يجري اليوم في فلسطين لم يتم إضاءته حتى بالعلم قامات الفلسطينيين المضاءة في القدس قامات الفلسطينيين المضاءة في القدس وقامات الفلسطينيين المضاءة والشامخة في غزة أعلى من برج خليفة وأعلى من كل إنجازاتهم ضحكة مريم وأهلنا في القدس المحتلة في لحظات الاعتقال أصدق من كل هذه الإنجازات الزائفة اللي بيحتفلوا فيها. الفلسطيني باقي على الأرض. وليس بحاجة لإضاءة أبراجهم ولا إضاءة غيرها. قلوبنا مضيئة للقدس. أقلامنا مضيئة لفلسطين والغزة. ورح نضلنا على هذا العهد. بغادر بالنظر عن كل هذه الأنظمة التي طبعت وصافحت هذا الاحتلال. لا يهمنا هذه الأنظمة. هذه الأنظمة هي من باعتنا. وهي من قصرت بحق الفلسطيني. ونحن قادرين على الصمود. صوت أشرف من مخيمات اللجوء في لبنان. هي رسالة لهم كلهم. لأن الفلسطينيين لن ولم يبيع أرضه. وبأن كل واحد مننا يريد على هذه الشاشة يتمنى أن يكون محل الآخر. أشرف يتمنى أن يكون في رمضة. أنا أتمنى أن أكون في القدس. وأنت أيضا تتمني أن تكون في غزة. تتمني أن تكون في كل هذه المناطق. الفلسطينيين لم يبيع أرضهم. الفلسطينيين لن يبيع أرضهم. ولا نحتاجهم. نحن لسنا بحاجة لكل هذه الأنظمة. هذه الأنظمة هي من باعتنا بالأصل. وهي من قصرة في حق الفلسطيني. فبالتالي الشعوب الحية موجودة والشعوب الحية باقية. سواء أضاء برج خليفة أو أضاء غيرها. أو أخذوا صور مع الزائل ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي النتيجة صفقة القرن سقطت من أول حجر ألقية في القدس. مع أول صلاة الفلسطيني في بحات القدس أو في كناس القدس. على كل حال. لو يعرف كم الكره المحاط فيه هذا المحتل. كم الكره الذي لو انصب عليه لا محاه عن بكرة أبيه. وهذه الفرصة الآن ليعرف تماما حقيقة الأمور. أعود إليك أشرف الشولي. أذكر الفلسطيني الذي يعيش في لبنان في مخيم الرشدي. اخبرنا عن أيضا الفلسطينيين في المخيم. كيف ينتظرون ما يجري. كما بقوله بالعامية والعنين. الشباب والصبايا ما عم بيهدوا. إن كان على السوشال ميديا أو بمسيرات يومية وليلية بعد الإفطار. عم بيكون في مسيرات بمعظم المخيمات الفلسطينية. تضامنا مع أهلنا في فلسطين. كل فلسطين. أنا شخصيا كثير مبسوط اللي عم بشوفه. يعني اللي عم بشوفه هلأ ما. عم بتحضر شي جديد. إن شاء الله. الأكيد. دائما في عيننا شي جديد. وعم نسجل. وكل شي دعم. نحن نقدر نعمل ورح نعمله. بس مهم الشباب تكمل. ونحن كمان عشان نقدر نكمل. في تواصل معكم بهيدا الهدف. لأنه هاي واحد من الأسلحة الموسيقى. في تواصل معكم. أمام ما يجري يعني يكون هدف الموسيقى. ويكون سلاح للتنظيم. دائما في تواصل هون. ومع أهلنا في فلسطين. حتى فلسطينيين أوروبا. فلسطينيين الشتات كلهم. شو في حملة عم بتكون عم بنعمل نشغل عليها. دائما عم بيبعث لمعظم الشباب. يا شباب خلينا نشارك هذا الموضوع. خلينا فعم بيكون في تنسيق. إن كان نشر فيديوهات أو نشر رسائل تضامنية أو أو أو. خلينا نسمع شيء منك. أكيد أكيد. موسيقى موسيقى حسر عليك يا بطل غايب عن ديارات يبكي عليك الوطن يسأل عن إخبارك أمك حزيني وليلي الموت بعنيض ويشقي قلب الحجر من لوعة صغارة بالله لا تحزني أو تعتبي يا دار موسيقى وتجملي بالصبر وترقب الثوار لا بد ما ترجعي لا بد ما ترجعي مهما الهجر طوال ولو كل شعب فنى أو صار مهما صار موسيقى إسم الصالة امع امع خدوا لحمي دمي وعنادي واسجوا الزيتونة في بلادي وتعودي يا بلادي الخضرة تضوى علينا بشؤوة نادي خدوا من لحم رصاص مارتين خدوا من لحم رصاص مارتين يا بلادي يا غنوة شوق مزروعة فوق كل جبين خل النار تطرح ثوار خل الشوق يطرح ياسمين خدوا من لحم رصاص مارتين خدوا من الأحمر صصمارتين واملوا جعب الفدائي وعملوا من دم مشاعي تطوفوا أرض فلسطين خدوا من الأحمر صصمارتين خدوا من الأحمر صصمارتين الله خدوا كل شيء منتصرين بإذن الله أشرف فسولي فلسطيني يعيش في لبنان بمخيمة رشدية والموسيقي كل الشكر لك رسام الكاريكاتور الفلسطيني محمد سباعنا من رمالله أيضا كل الشكر لك ومريم عفيفي كنت معنا من القدس من البلدة القديمة كل الشكر لك أيضا مشاهدين وصلنا إلى ختم هذه الحلقة شكرا دائما لك بالمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة